قال أحمد إبراهيم محامي الرئيس السوداني السابق عمار البشير يوم السبت إنه سيقدم طلبا لإطلاق صراح البشير بكفالة مالية مضيفا أنها قضية عادية جدا والبشير متهم بحيازة عملة أجنبية واستدام هدايا بصورة غير رسمية ولم يتحدث خلال جرسة المحاكمة وتمكن البشير من البقاء في الحكم واستحركات تمرد وأزمات اقتصادية وعقوبات أمريكية ومحاولات انقلاب إلى أن أطاح به الجيش في أبري نيسان بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر ثلاثين عاما وتمثل محاكمة البشير اختبار لمدى جدية السلطات السودانية في محاولة محو إرث حكمه الذي اتسمى بعنف واسع نتاق وانهيار اقتصادي وانفصال جنوب السودان ونظم نحو 150 شخص من أنصار البشير احتجاجا قرب المحكمة رددوا خلاله هتفات ورفعوا لافتات مؤيدة له وفي شهر مايو أيار وجه المدعون أيضا اتهامات للبشير بالتحريض علاقة المحتجين والضلوع فيه ويواجه البشير كذلك اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية في رهاية بتدبير إبادة جماعية في إقليم دارفور موسيقى